بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعنا وبعد حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس اليوم في درس جديد نتناول فيه موضوع إفشاء السلام في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تناولنا في الدرس السابق موضوعا مهما عن صلة الرحم وذكرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام يخبر في حديث عبد الله بن عمر أنه ليس الواصب المكافئ ويخبر عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث أن صلة الرحم ليست هي مكافئة إنما هي مبادرة وذكرنا ما يكون من أسباب في صلة الرحم وكذلك كيفية التواصل سواء كان بالفعل أو بالقول أو بوسائل التواصل الحديثة كل ذلك يدخل تحت التواصل وتحت صلة الرحم نبدأ في درس جديد في موضوع جديد له موضوع إفشاء السلام ودرسنا اليوم هو الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الرابع عشر في صفحة ثمانين في موضوع إفشاء السلام ودرسنا اليوم هو الدرس الأول أهداف الدرس يتوقع من الطلبة بإذن الله تعالى بعد نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على معرفة أثر إفشاء السلام بين أفراد المجتمع ثانياً بيان أحكام السلام ثالثاً تطبيق أعذاب السلام رابعاً إدراك أهمية السلام كتأصيل للترابط الاجتماعي تمهيد الجنة دار النعيم الأبدي لا يدخل إلا من كان مؤمناً بالله تعالى والمسلم مأمور بتحصيل أسباب دخول الجنة وقد يكون ذلك باستحضار النية في أفعال قولية بسيطة مما يعرض على الإنسان في يومه وليلته ولا أثر عظيم في نشر المحبة والإخاء ومن ذلك إفشاء السلام إذن هذا هو الأمر لأهمية إفشاء السلام سبب من أسباب دخول الجنة نحن أيها المباركون أبناء الطلاب أبناء الطالبات نسعى أن تكون كل أعمالنا لله جل وعلا وكل أعمالنا تكون مؤدي إلى طريق ماذا؟ إحسنتم إلى طريق الجنة نسعى كل عمل حتى وإن كان ذلك العمل في ظاهر الأمر نراه يسيراً بسيط ربما لا ننقي له بالاً لكن هذا الأمر سبب من أسباب دخول الجنة نقول نعم سبب من أسباب دخول الجنة بل وذلك الأمر مهم في ترابط المجتمع أمر يسير لكن حقيقة نغفل عنه وربما نترك هذا الأمر ذلك من أمر هو إفشاء السلام وهو حقيقة عظيم وأثر وعظيم في نشر المحبة والإخاء إذا أقبلت إلى ذلك وقلت السلام عليكم وهو يرد عليك السلام ما يكون فيه من أثر وذلك كله بإذن الله تعالى يكون سبب من أسباب دخول الجنة حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اليوم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم حديث اليوم لاحظوا مع مترابط لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تكونوا ممنوا حتى يكونوا بينكم محبة وما الذي يكون يوصل إلى هذا المحبة أفشوا السلام بينكم نبينه بإذن الله تعالى في درس اليوم وكذلك في الدرس القادم معنا الكلمات تؤمنوا أي الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح هذا معنى الإيمان كيف ندخل الجنة؟ هل لكل أحد أن ندخل الجنة؟ أو لأناس مخصصين فقط لمن حقق من الإيمان بالمن؟ سنتم الإيمان بالله وبرسوله وأتى على الإيمان كاملا هذا الإيمان سبب لدخول الجنة ماذا الإيمان لذلك سبب لدخول الجنة؟ تعرفوا ظاهر أمامكم اعتقاد بماذا؟ بالقلب أن يكون قلبك معتقد للإيمان لكل أركان الإيمان ألم بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر وكذلك الإيمان قول بماذا؟ باللسان تنطق بالإيمان وبكل ما يتعلق بألفاظ الإيمان كذلك عمل بالجوارح تعمل تصلي تزكي كل الأركان تأتي عليها وكذلك الواجبات تأتي عليها هذا كل سبيل لماذا؟ سبيل للإيمان ومن ذلك ما ذكرناه من إفشائي السلام كذلك معنى قولي عليه الصلاة والسلام أفش السلام بينكم ما معنى أفشو أن تريد أن تكون مؤمنا تريد أن تكون من أهل الجنة أفش السلام أظهروه يكون ظاهر هذا يسلم على هذا هذا يسلم على هذا سواء يعرف أو لا يعرف هذا كله من إفشائي السلام إظهار السلام راوي الحديث راوي الحديث أبو هريرة سابقنا لنا ترجمته فأكثر الصحابة من أكثر الصحابة رواية الحديث نستذكروا إياكم تذكروا من هذا الصحابي فاجمع معلوماتك ومعلومات زملائك ودون سيرته رضي الله عنه سيرته أبي هريرة سبق لنا ذكره تلكم السيرة في حديث سابقة وذكرنا شيئا من سيرته اسمه ولماذا لقب أبي هريرة اجمعت لكم المعلومات وكذلك ماذا دعوا له النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا أكثر الصحابة رواية للحديث ومتى توفي اجمعت لكم المعلومات عن صحابي الجليل وهو راوينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث اليوم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا أي لا يمكن أن تدخل الجنة إلا إذا حققت الإيمان وقلنا الإيمان هو ماذا قول بماذا حسنتم قول باللسان وقبل ذلك اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ولا تؤمنوا أي لن تكون مؤمنا حتى تحقق ماذا المحبة يكون بيننا تحاب وتواد وتألف طيب كيف نكون متحابين ومتآلفين ومتوادين حتى ندخل الجنة قال عليه السلام أولى أدلكم على شيء لاحظوا شيء بسيط إذا فعلتم وتحاببتم إذن هذا الشيء سيكون سببا لانتشار المحبة وإظهارها قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم أظهروا السلام بينكم على من عرفت ومن لم تعرف تسلم على هذا وهذا يسلم عليك أفش السلام ليس المقصود فقط التصافح نصافح من نعرف لا إذا خاتل المكان قل السلام عليكم ولاحظوا مع الفاظ السلام فيها تلطف وفيها تلطف وفيها كذلك إظهار محبة لن ترى مني إلا كل خير السلام عليكم والطرف الآخر يبدلك السلام وعليكم السلام هذا كله من إظهار المحبة حتى نكون من أهل الجنة نأتي بعد ذلكم إلى أرشادات الحديث أولا دل الحديث على أن الإيمان أصل لدخول الجنة أي لا يمكن أن ندخل الجنة إلا من كان مؤمنا يعني هذا لو فرضنا هل يمكن أن ندخل الكافر الجنة أو من ليس بمؤمن أن ندخل الجنة هل يمكن لم يحقق أركان الإسلام ولا الإيمان ولم يشهد أن لا إله أهل الله ولم يحمد رسول الله هل يكون مؤمنا منها الجنة لا إذن الإيمان هو أصل لدخول الجنة لابد أن يكون الإنسان مؤمنا حتى يدخل الجنة ولا يدخل الجنة من كان على غير الإيمان هذا أولا ثانيا دل الحديث على أن إفشاء السلام وانتشاره وظهور بين المجتمع سبب من أسباب كمال الإيمان الذي هو أصل استحقاق الجنة بعد فضل الله عز وجل لاحظوا كلمة كمال الإيمان الإيمان حتى أن وجد فهذه من ثمرة كماله زيادة الحسنات بالسلام عليكم ويتمعنا بذن الله تعالى في هذا الموضوع ما هي ثمرة إفشاء السلام ما هي حسنات قول السلام عليكم بذن الله تعالى إذن إفشاء السلام وإظهاره وانتشاره إن المجتمع سبب من أسباب كمال الإيمان وذلك كله فضل من الله جل وعلا حتى يستحق الإنسان دخول الجنة ثالثا ورد أسلوب الترغيب في الحديث حيث راغب النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام بدخول جنة واستحقاقها وأسلوب الترغيب من أجد الأساليب الدعوية والتربوية أين يا أبناء الطلب من أطلب أسلوب الترغيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ثم يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يدلنا على شيء إذا فعلنا وتحاببنا إفشاء السلام إذن ترغيب وأن إفشاء السلام سبب لدخول الجنة إذن في جانب ترغيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن كلنا نحرص على أن نكون من أهل الجنة وسبب ذلك التحب والمودة وسبب تحقيق المحبة والمودة حتى تحققها أن تفشي السلام وتظهره لتكون من أهل الجنة كذلك رابعا إفشاء السلام من أعظم أسباب التآلف وهو أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف وللأسف أبنائي وبناتي مما يدوروا بيننا في المحيط المدرسي في المدرسة ربما ذلك من الطالب لا يسلم إلا على من يعرف فقط إن كان يسلم على من يعرف فقط وإذا مر على آخر وهو لا يعرفه ربما يسكت ويصمت ولا يسلم عليه ذلك نقول السلام على من عرفت ومن لم تعرف بدأ دخلت إلى فصلك وكان هناك مجال للتسليم فقل السلام عليكم على زملائك في الفصل مودة ومحبة أنغبت عنهم ثم رجعت لهم تسلم عليهم ذلك كله من إفشاء السلام سواء كنت تعرف أو لا تعرف حتى نحقق السبيل إلى الترابط والتآلف والمحبة ويكون سبب من أسباب دخول الجنة خامساً يعد فشاء السلام من السمات والقيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام لماذا؟ لأن في عاقة الأمر لها أثر في نشر المودة والمحبة السلام كيف أصلنا إذا دخلنا إلى مكان أو مجلس لا نسلم نكون صامتين وكل نجلس هل يكون فيه من أثر في نشر المودة المحبة لأن كل واحد صامت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبره في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لذلك إفشاء السلام من السمات وقيم مهمة جداً للترابط والتكاتف والتعاطف الأسري والمجتمعي نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف إذا خطل مكان نقول كذلك فيه السلام عليكم وننشر هذه السنة سادساً إفشاء السلام فقط قلت السلام عليكم يكفي وما يصحبه من التبسم وطلاقة الوجه من المظاهر الحسنة التي تنمي مهارات التواصل لفظي وغير اللفظي والترابط المجتمعي وتعطي للمستقبل طمأنينة وارتياح عمر جميل فعلاً إن كنت في مكان ودخل إليك شخص وقال لك السلام عليكم وتبع ذلك بابتسامات جميلة ماذا يكون أثره عليه في قلبك وعليكم السلام وربما تنجذب للحديث معه تعالف وترابط تواصل وإن دخلت أيضاً إلى مكان وقلت السلام عليكم أو كذلك أختي الطالب وإن دخلت إلى مكان وقلت السلام عليكم وتبعنا ذلك بتبسمات جميلة وكان ذلك طلق المحية ماذا يكون في الطرف الآخر بل سيرد عليك السلام وابتسامة أيضاً ويقول عليك السلام ويبادلك التحايا هذه أثارها جميع جداً بل البعض ربما أصلاً لا يسلم وربما يسلم يكونوا كذلك كظ الوجه عنده غيظ في وجهه السلام عليكم كأنه ملزم بالسلام نقول بالعكس أطلق محياك للآخرين وسترى أثر ذلك بإذن الله تعالى يأتي لنا ختاماً سؤال ما حكم السلام وما حكم رده ما رأيكم نقول الابتداء بالسلام سنة لكن الرد ما هو واجب السلام في أصل سنة يدخل إليك شخص وقال السلام عليكم هو ابتداء التحيي نقول سنة لكن أنت في حقك ماذا يكون الرد ما رأيكم ورده ماذا حسنتم ورده واجب إذن يكون الرد واجباً فإذا قال لك السلام عليكم انتبه نقول يجب أن ترد التحية تقول عليكم السلام أنه قد سلم وأنه كان هناك في المجلس أكثر من واحد ورد أحدهم بإذن الله تعالى يكفي لو فرضنا داخل أحد الطلاب الفصل وقال السلام عليكم ورد ثلاث أربع من طلاب الفصل فنقل بإذن الله يكفي لكن لم يرد أحد ماذا يكون جميع الفصل قد يقع عليهم الإثم أو إذا دخلوا وسلم ولم يكن موجود إلا أنت في الفصل وقال السلام عليكم وأنت لوحدك في الفصل ماذا نقول رده واجب تقول وعليكم السلام هذا حكم رد السلام ما دليل ذلك أحسنتم قوله الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حييت بتحية وقال السلام عليكم قال الله فحيوا بأحسن منها ما هو الأحسن تقول وعليكم السلام ورحمة الله هذا أحسن أو ردوها تقول وعليكم السلام وبذن الله تعالى نبينه بذن الله هذه المسألة كيفية رد السلام بأحسن منها في درس قادم ختاما نفكر ونجيب وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى ذاكرة الأعمال صالحة تكون سبب لدخول الجنة اذكر آية واحدة دالة على ذلك ذكرنا في درس اليوم أن السلام سبب من أسباب دخول الجنة لماذا؟ لأنه سبب للمحبة والمحبة سبب للإيمان والإيمان سبب لدخول الجنة إذن في آيات أخر الله تعالى ذكر فيها أعمالا صالحة وتلك من أعمال سبب لدخول الجنة ارجعوا بذن الله تعالى واستنبطوا آية واحدة على ذلكم العمل الصالح الذي يكون سببا لدخول الجنة فكروا وأجيبوا على ذلكم وبختم ذلكم أبناء وبنات نكونوا قد أتينا على ختام الدرس الأول من افشاء السلام ودرسنا لم يكن رقم واحد من الحديث الرابع عشر بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه أبناء الطلاب وبنات الطالبات نكونوا قد أتينا على درس اليوم على بيان السلام وأنه من أسباب الإيمان الذي هو سبب للمحبة ودخول الجنة فالسلام سبب للمحبة والمحبة سبب للإيمان والإيمان سبب لدخول الجنة بينا ذلك كله في درس اليوم وأتينا على بيان إرشادات الحديث نكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد